بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلابات سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة مشتقة دالة بالقيمة المطلقة الخاص بالسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث يقول F دالة عددية معرفة على R معادة الواحد بالعبارة F لإكس سعين القيمة المطلقة لإكس زائد واحد على إكس نقص واحد قال ألف أكتب F لإكس دون رمز القيمة المطلقة بقى لأدرس قابلية الاشتقاق للدالة F عند X0 يساوي نقص صفر وفسر ذلك هندسيا جيم قال أحسب F فتحة لإكس إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق بنائف الإجابة على السؤال الأول قال ألف أكتب F لإكس دون رمز القيمة المطلقة إذن نتبه هنا كتابة العبارة اللي هي F لإكس دون رمز القيمة إذن قلت القيمة المطلقة إذن أولا ماذا نملك؟ نملك أن F لإكس تساوي أن القيمة المطلقة لإكس زائد واحد على إكس ناقص واحد أين هو القيمة المطلقة رمزها؟ ها هو إذن من هو المسؤول؟ المسؤول هو الذي يكون داخل قيمة المطلقة هو الذي يغير عبارته معناها تصبح لنا هكذا تصبح لنا ركزوا هكذا F لإكس تساوي هذا الذي بالداخل أين ينعدم؟ هذا ينعدم عند الصفر أكيد فنكتب إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد هذا لا دخلنا لا فيه إنما ها هو الذي يعطي عبارتين هذا متى؟ إذا كان إكس ينتمي من ماذا؟ من الصفر إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى زائد ما لنهي ربما يتطرح السؤال لماذا يا أستاذ؟ لأننا لو جئنا إلى جده الإشارة هذا الإكس هذا أين ينعدم؟ ينعدم عند الصفر ها هو الصفر من هنا نفس ومن هنا عكس لكن لا ننسى أن F لإكس غير معرفة عند ماذا؟ غير معرفة عند الواحد إذن فنكتب من هنا إلى غايتنا هذه عبارة كليا هذه كتابة فيكون إكس من أين ينتمي من الصفر إلى الواحد لأن الواحد يعتبر الآن قيمة ممنوعة فنقول من الصفر إلى الواحد ومن الواحد إلى زائد ما لنهي لا نقول من الصفر إلى زائد ما لأن عندنا الواحد هنا قيمة ممنوعة هذه الكتابة الأولى أو العبارة الأولى أما العبارة الثالثة فنقول أو F لإكس ماذا يساوي؟ نحن لاحظوا إذا قلنا القيمة إكس ينعدم هنا عند الصفر وهنا نفس وهنا عكس كلمة عكس ناقس معناه نضرب هذه القيمة التي تكون داخل القيمة مطلقة في الإشارة ناقس مثلا نعطيكم مثلا لو كانت القيمة مطلقة هكذا إكس ناقس واحد أو X زائد واحد أين تنعدم؟ هذه إذا قلنا X زائد واحد أكيد تنعدم عند النقس واحد فتصبح لنا هكذا من هنا زائد ومن هنا نقس كيف؟ معنا صبح القيمة مطلقة هذة أخذ قيمتين إما X زائد واحد إذا كان X أكبر أو يساوينا الواحد الناقس واحد وتكون ناقس في X زائد واحد إذا كان X أقل من ماذا؟ من الناقس واحد دائما الذي يكون داخل قيمة مطلقة هو يكون مفترق الكتابة حتى تفهموا الفكرة الجيدة لأن الكثير يعاني من هذا الإشكال وهو القيمة المطلقة إذن هذه ماذا تستطيعون؟ ناقس X زائد واحد على X ناقس واحد متى إذا كان X ينتمي من ناقس مال النهاية إلى غاية الصفر بما أن هنا قمنا بغلقه فهنا يمكن أن نفتحه بحيث هذا المجال اتحاد هذا المجال يعطي لنا ماذا؟ R معدى الواحد لأن الواحد قيمة ممنوعة هكذا تكتب العبارات دون رمز القيمة المطلقة وأعيد دائما الذي يغير العبارة هو ذا هذا الذي يكون داخل القيمة المطلقة ليس هذه العبارة التي تكون غير معرفة أبنائي بعدما أنهينا من هذا السؤال سوف نتطلق أبنائي إلى باقال أدرس قبيلة الاشتقاق لدالة F عند X0 كبير يساوي يساوي صفر يمكن أن يعطيك كذلك X0 يساوي خمسة E6 المهم كما يشاء قال وفسر ذلك هندسية إذن نكتب هنا دراسة قابلية الاشتقاق اشتقاق لدالة F عند ماذا؟ عند X0 يساوي صفر كما تعلمون أن القانون الاشتقاقية ماذا يساوي؟ يساوي للميت F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0 لما X0 يقول إلى X0 هنا بقيم مثلا كبرى أو بقيم صغرى X0 هنا في هذه الحالة هو صفر إذن نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر لو قال X0 يساوي لنا خمسة لعوذنا هنا بالخمسة وهنا بالخمسة وهنا بالخمسة سبعنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي للميت لاحظوا هناك كتب بقيم صغرى بقيم صغرى ها هي القيم الصغرى ما نأخذ هذه الجزء هو الذي نضعه هنا حتى تفهم الفكرة لو قلنا بقيم كبرى لأخذنا هذا الجزء وعوضنا به هنا حتى تفهم الفكرة الجيدة تصبح هنا ماذا؟ تصبح هنا f لx لهي ناقص x زائد إذن قلت هكذا ناقص x زائد واحد على x ناقص 1 ناقص f لصفرة f لصفرة يمكن أن نأتي إلا العبارة هنا نعوض هنا بالصفرة وهنا بالصفرة وهنا بالصفرة على ماذا سوف نتحصل؟ لاحظ نتحصل على ناقص واحد إذن قلت تصبح لنا هنا ناقص واحد يعني حتى تفهموا f لx أو f لصفرة وجدناها كم تصويرنا؟ تصويرنا ناقص واحد هي من نأتي بها ونعوضها هنا مع هذا الناقص تصبح لنا زائد أكيد حتى تفهموا جيدة على x ناقص صفر لما x يؤول إلى الصفر بقيم صغرى سوف نتحصل على ماذا؟ سوف نتحصل على الميت ناقص x زائد واحد على x ناقص واحد زائد واحد لأن هذا الناقص مع هذا تصبح لنا زائد على x لما x يؤول إلى الصفر بقيم صغرى انتبهوا أرجوكم النقطة نقطة هنا أكيد سوف نواحد المقام سوف نتحصل على الميت هكذا ونتعجل أرجوكم هكذا نواحد سوف نناقص x في x ناقص ماذا؟ ناقص واحد ثم زائد واحد زائد واحد في x ناقص واحد أنا أقوم بتوحد المعقام على x ناقص واحد وهنا الـ x لما x يؤول إلى الصفر بقيم صغرى تصبح لنا تساوي ننشر تصبح لنا الميت نقول دائما لنتعجل في مخص الأمور الحسابية ننشر هذا في هذا تصبح لناقص x مربع ثم زائد ماذا؟ زائد x ثم زائد واحد زائد x هكذا ناقص واحد على على x ناقص واحد على x لما x يؤول إلى الصفر بقيم صغرى هكذا الآن كما تعلمون أن نكسر على كسر ماذا يسير كسر الأول يبقى والثاني ينقل مع هذا أكيد يذهب مع هذا سبح لنا ماذا تساوينا؟ تساوينا لميت لميت ماذا؟ لميت ناقص x مربع عندي وهذا مع هذا زائد اثنان x على x في x ناقص واحد لما x يؤول إلى الصفر بقيم صغرى تصبح لنا تساوي أولا ماذا يحدث؟ لاحظوا وانتبهوا أرجوكم عندنا أولا نستخدم x من هنا ومن هنا ومن هنا سوف نختزله لاحظوا إذن بعد ما تتم عملية الاختزال تصبح لنا هكذا لميت ناقص x زائد اثنان على ماذا؟ على x ناقص واحد لما x يؤول إلى صفر بقيم صغرى ما علينا الآن إلا أن نعوذ هنا بالصفر ونعوذ هنا بالصفر فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا تساوينا ناقص صفر زائد اثنان على صفر ناقص واحد وتساوينا كم؟ تساوينا ناقص اثنان فنقول ماذا؟ نقول هكذا وهذا القيمة أين تنتمي؟ هذه القيمة يا أبني إنها تنتمي إلى r يعني قيمة منتهية نقول أي الدالة اف تقبلوا الاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر من اليسار لماذا؟ لأن هذه القيمة وجدناها تساوينا عدد منتهي لو وجدناها من أن يقول دالة لا تقبل الاشتقاق عند الصفر من اليسار بعدما أكملنا من اليسار سوف نتطرق الآن أبني لدراس الاشتقاقية من اليمين لاحظوا وانتبهوا نقص تصبح لنا هكذا limit f لx ناقص f لصفر على x ناقص صفر لما x يقول إلى صفر بقيم كبرى تصبح لنا تساوي ساوينا limit ماذا نأخذ الآن؟ نأخذ العبارة الثانية يعني نأخذ هذه هي أبناء هذه حتى تفهموا جيدا إذن ما هي العبارة اللي هي x زائد واحد على x ناقص واحد ناقص وعوضنا بأفلي صفر وجدناها ناقص واحد حتى لا ننسى على x لما x يقول إلى صفر بقيم كبرى ساوي تصبح لنا limit x زائد واحد على x ناقص واحد زائد واحد على x لما x يقول إلى صفر بقيم كبرى انتبهوا أرجوكم بنفس الخطة أبناء سوف نحن واحد المقام تصبح لنا تساوي لنا limit إذن قلت هكذا limit ماذا limit x في x ناقص واحد زائد واحد زائد واحد في x ناقص واحد هكذا على كسر على كسر يعني ها هو كسر وها هو كسر الثاني سوف يعني يعني x في x ناقص واحد ركزوا إلى الحساب لما x يقول إلى الصفر بقيم كبرى تصبح لنا ماذا تصوي لنا limit x مربع ناقص x زائد واحد زائد x ناقص واحد على x في x ناقص واحد لما x يقول إلى الصفر بقيم كبرى أكيد عندي هذا مع هذا يذهب وهذا مع هذا يذهب وكذلك عندي هذا مع هذا سوف يذهب تصبح لنا كم تصبح لنا limit x على x ناقص واحد إذا قلت x على x ناقص واحد لما x يقول إلى الصفر بقيم كبرى نعوذ الآن هنا بالصفر ونعوذ في مكان x بالصفر فماذا ينتج تصبح لنا صفر على صفر ناقص واحد وهذا يساوي لنا صفر والصفر بطبعه ينتمي إلى r نقول أي الدالة f تقبل إذن تقبل الاشتقاق عند ماذا عند الصفر من اليمين الآن هل الدالة تقبل الاشتقاق عند الصفر لا يلاحظوا جيدا لماذا لأن عندنا هنا ناقص اثنان وعندنا هنا الصفر نقول بما أن هكذا بما أن ناقص اثنان لا يساوي الصفر أي لماذا لأن نلاحظ هنا الصفر وفي الفوق وجدنا نقص نقول أي الدالة لا تقبل لا تقبل الاشتقاق عند ماذا عند الصفر ومنحنا ها ها هو التفسير البياني ومنحنا البياني يقبل نصف مما سين ما نسميها نقطة زاوية مع ما مثلا نصف مما سيأتينا هكذا ونصف مما سيأتينا هكذا ونصف مماس يأتينا هكذا هذه ما نسميها نقطة زاوية أو نسميها نصفي مماسين يعني ها هو نصف نصفي مماسين نقول تفسير ومنحناها البين يقبل نصفين مماسين معامل الأول إذن معامل المماس الأول ناقص اثنان ومعامل المماس هناك ذلك كلمة المماس ومعامل المماس الثاني كم لهو صفر يعني هذا هذه صفر معامل توجيه واخرى معامل توجيه ناقص اثنان يعني يأتينا كهذه الصيخ حتى نفهم الفكرة جيدا أبنائي بعدما أنهينا أبنائي من هذا نأتي الآن إلى السؤال جيم قال أحسب فتحة لإكس لهو المشتقة هنا دائما أبنائي لحساب مشتقة دالة متعلق بالقيمة المطلقة يجب أولا أن نقوم بكتابة الدالة دون رمز القيمة المطلقة هنا العبارة يعني لا يمكن أن نقوم بمباشرة بهذه العبارة ونقوم بالاشتقال لا يجب عنا أن نقوم بكتاباتها هكذا ثم نقوم بعملية إنجاز المشتقة إذن نقول هكذا أولا حساب فتحة لإكس نقول هكذا الدالة ف قابلة لالاشتقاق لاحظوا على المجالات ما هي المجالات أبنائي أولا من ناقص مال نهاية إلى غاية الصفرة والمجال الآخر من ماذا من الصفرة إلى الواحد والمجال الآخر من الواحد إلى زائد ملني هكذا تقول الدالة تقبل الاشتقاق على مجالات تعيفية لماذا هنا الصفرة استثنينا لأن قد برهن أن الدالة لا تقبل الاشتقاق عند الصفر لهذا المجال هنا يجب أن نستثني العدد من هو العدد صفر حتى تنتبه جيدا في مجموعة التعريف لا نستثني لكن في المشتقة يجب علينا أن نستثني لأن الدالة لا تقبل الاشتقاق عند الصفر إذن ننطلق نقول ومنه ومنه نقول لدينا ماذا لدينا لدينا أن ف لإكس يساوينا إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد هذه إذا قلنا كان ماذا إذا كان إكس ينتمي من ماذا من الصفرة إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى زائد من النهاية نقول ومنه تصبح لنا هكذا ف فتحة لإكس معناه سوف نقوم الآن بإنجاز مشتقة هذه العبارة مشتقة إكس أكيد هو واحد ثم مشتقة كسرة مشتقة كسرة ماذا تقول القاعدة؟ احفظوا هذه مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع مشتقة البسط كم؟ مشتقة واحد هو الصفر مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام ما هو مشتقة؟ ما هو مشتقة؟ الإكس هو واحد ومشتقة ناقص واحد هو الصفر مشتقة المقام في البسط على المقام مربع يا أبني أرجوكم احفظوا هذه القوانين أكيد هذا يذهب إلى الصفر اسمعها تصرينا واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد مربع هذه المشتقة الأولى نقول هذه إذا سميناها واحد ثانيا إذا كان ماذا؟ إكس ينتمي من ماذا؟ من الواحد إلى غاية زائد من النهاية عفوا عفوا أعذروني إذا كان إكس ينتمي من ناقص ماذا نهاية إلى الصفر أعذرون جهزكم لو خيرا هنا صبحنا المشتقة ما هي صبحنا إذا كان أي أف نأخذ عبارة أفل إكس نصينا ناقص إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد تصبحنا ومنه ومنه يعني نكتب العبارة هذه ونقوم باشتقاقها قد وجدناها هي اشتقتها وعندنا العبارة الثانية ها هي ونقوم بإجاز مشتقاتها تصبحنا ومنه أف فتح لإكس يساوي مشتق النقص إكس أكيد هو نقص واحد زائد مشتق البسط في المقام نقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع مشتق الواحد هو الصف في المقام نقص مشتق المقام وهو الواحد في البسط على المقام مربع تصبحنا مباشرة أف فتح لإكس ناقص واحد عندنا هذا يذهب بها ناقص واحد على اكس ناقص كم ناقص واحد الكل مربع ولو تلاحظ جيدا أبنائي أن هذه المشتقة وهذه مختلفتان لماذا؟ لأن هنا عندنا زائد واحد وهنا ناقص واحد لو أكملنا الدراسة لو وجدنا جدوالين تغيرين لكن أنا حبث أن أتوقف هنا حتى يتعلم الطالب كيف يقوم بإنجاز المشتقة دل مرتوبة بدلالة القيمة المطلقة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ مردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته